لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من سلفيت خالد الدير مراسل الغد خالد طبيعة هذه الفعالية وإن تكمن خطورة الاعتداءات الإسرائيلية والمستوطنين في هذه المنطقة تحديدا نعم حازم فعليا أدى اليوم وتحديدا مع صلاة ظهر الجمعة لهذا اليوم عشرات الفلسطينيين الصلاة في الأراضي المهددة بالمصادرة في بلدة حارس إلى الغرب من مدينة سلفيت حيث تعرضت المنطقة ومنذ عشرات السنين إلى وابل من الاعتداءات وعمليات المصادرة الجزئية التي التهمت عشرات الدنومات حتى هذا اليوم تبقى واحد وأربعين دنما من الأراضي وتعود لمواطن فلسطيني عرضت عليه الإدارة المدنية مئات ملايين الشواكل والدولارات من أجل بيع الأرض إلا أنه رفض مؤخرا قام وتحديدا يوم العيد الفطرة السعيدة اليوم الأول قام عشرات المستوطنين باقتلاع نحو 200 شجرة زيتون في هذه المنطقة الخطورة في هذا المكان وتحديدا تكثيف الاعتداءات الاستيطانية يأتي من جانب أن الاحتلال الإسرائيلي والتجمع الاستيطاني في هذه المنطقة يريد رسم حزام استيطاني على طول المناطق نحن نتحدث ليس فقط عن مستوطنة رفافا في المنطقة وإنما على امتدادها مستوطنة بوركان ومستوطنة أرائل ومستوطنة عمانويل وكذلك أيضا مستوطنة يكير هذا الحزام الاستيطاني يعبر على طول الشطر الغربي لمدينة سلفيت وبالتالي يعني ذلك التهام مزيد من الدنومات الزراعية وذلك تحت حجج متعددة هذه الحجج غالبا ما تكون طبعا شق طرق استيطانية تحت ذريعة أنها مخصصة للجميع وكذلك أيضا التوسع الطبيعي للمستوطنات فيما تحرم المناطق الفلسطينية والمناطق الزراعية من عملية البناء والاستثمار الزراعي وكذلك أيضا العديد من المخططات لكن الخطورة في هذا اليوم نحن نتحدث عن مخطط من يمين نتنياهو لعملية ضم أجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة على هذه المستوطنات السيادة الإسرائيلية وبالتالي يعني هذا أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط لكافة المواثق الدولية ولكافة الأصوات المنادية للجم وكبح إسرائيل بوقف هذا المخطط الإسرائيلي لأنه قد يفجر المنطقة رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف أكد قبل قليل للغد بأن هذه الفعلية هي بكورة من فعاليات متعددة ستنطلق خلال الأسبوع القادم في مناطق تورمصعية لمغير إجبارة في تول كرم وكذلك أيضا في الأغوار ردا على المخطط الإسرائيلي وأنه لن يمر مرور الكرام وبالتالي ترتفع الخشية إلى تحقيق المواجهة على الأرض ما بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي هدد باعتقال أي فلسطيني خلال فعالية اليوم إذا ما تم تجاوز المنطقة العسكرية المغلقة وهي النفوذ الأمني لمستوطنة رفافا وتحديدا في بلدة حارس إلى الغرب من سلفيد لكن الفلسطينيين يؤكدون وعاقدون العزم بالتأكيد على متابعة هذا الملف من خلال برنامج وطني شامل ووحدوي بالتأكيد في الميدان لمجابهة الاحتلال الإسرائيلي حاسم خالد بدير مراسل الغد كنت معنا من سلفيد شمال الضفة الغربية شكرا جزيلا لك